من ضمن الاسئلة انا مقيم في المملكة السعودية ولكن الوضع اصبح صعب ماديا وبفكر في التداول في الاسهم السعودية علشان احقق اي دخل سلبي بجانب راتبي اعمل ايه وتنصحني بايه الحقيقة لازم تخلي بالك من اكثر من حاجة اول حاجة لا تتداول برأس المال لا تستطيع خساراته ودي نقطة مهمة يعني ما تفكرش ببيع اصل وتروح تداول بيه او تستلف وتروح تتداول دي مخاطرة كبيرة تاني حاجة لا تتداول بدون خطة واضحة وباهداف واضحة ثم تلتزم باهدافك مهما حصل ومهما سمعت من اخبار تاني حاجة لا تتداول بعواطفك خاصة عاطفتي الطمع والخوف لو خفت اوي او طمع تتوقف وراجع نفسك رابع حاجة لا تتجاهل التغيرات الاقتصادية والسياسية الكبرى وتعامل بمرونة في خطتك لا تستعجل افدا ولا تخشى فوات الفرص السوق موجود ومع كل يوم بيتولد فرص كتيرة ودي سنة الحياة ودايما خليك فات كر فوايات المكسب ولا ندم الخسارة من ضمن كمان الحاجات المهمة انك لازم تعرف انه فيش حاجة اسمها تداول في المضربة ده علم وتعليم وتدريب السوق السعودي لحد 7 الى 8 سنين فات ويمكن يتغير دلوقتي ملوش قواعد ولا يتبع طرق تحليلية حقيقية موضوع انك تحضر كورسات وفلان دكتور في تحليل السوق وتتابع محللين وتوصيات للأسف كلها حظ وكلها بيطلع للأسف مش افضل حاجة الشركات كسبانة وبتلاقي اسمها بتخسر والعكس الشركات خسرانة واسمها طلعة ده كترة والمحللين اللي بيدوا كورسات لما تتفق مع حد فيهم بيدر لك المحفظة بنفسه شخصيا وده مقابل عمولة وبتلاقي كل البيانات اللي كان بيحللها لك نظري فجأة بتترمي من الشباك وبتلاقي كلام من نوعية اصل فلان او علان عنده معلومة او ان شركة كزا عنده دخلة بتقلاف مشروع كزا متوقع السهم يروح فين وكل ده بيطلع بلح ما تيجي نعمل شوية اسهم كبيرة وصغيرة عشان المخاطرة وتلاقي بردك نفسك خسرت فخلي بالك هو بيلعب علشان يكون الدنيا بالنسبة لك مهمة على هذه التفاصيل اختيار اسهم معينة او دخول في صندوق استثماري يجب ان يكون بالنسبة لك واضح اللي افضل هو الاستثمار طويل الاجل وليس المضاربة وخلي بالك ويسأل من هذه التفاصيل اكتبونا فيه التعليقات لو حد مر بهذه التجربة في التداول في الاسهم السعودية اكتبونا وكانت تجربتكو عامل الساعة